دعت المرجعية الشعية العليا في العراق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى الاستماع إلى مطالب الشعب واعتماد الكفاءة والخبرة والنزاهة في تسلم المناصب والوظائف الحكومية بدلا من المحاصصات الحزبية والطائفية قال الشيخ عبد المهدي الكربلاء ممثل المرجعية في خطبة الجمعة في كربلاء بأنه لا بد من القضاء على الفساد وتحقيق الإصلاحات التي تسير بالبلاد إلى الأفضل بما ينسجب والأطر الدستورية وعدم الالتفاف على القانون للحد من الخطوات الإصلاحية واستغلال تراجع الضغط الشعبي في البلاد كوسيلة لإجهاض هذه المساعي